أسهل طريقة للاحتفاظ بالتومي مهروسة وجاهزة لأطول فترة ممكن بالتلاجئ قبل الفريزر بهاي الطريقة ما رح نحتاج كل مرة بدنا ننظيف تومي للطبخة نحنا نقشرها ونهروسها بتكون جاهزة وعلى طول بنستعملها أول شي بأشر التومي بحطها بالخلاط بطحنها وبهروسها ناعي معجون التومي اللي بنشتريه جاهز طعمه بيختلف عن اللي بين عمل بالبيت وطبعا بيحطه فيه موات حافظة عشان يقعد أطول فترة ممكنة عرفوف بالمحلات عشان هيك أنا بفضل كتير نقامل بالبيت وبعد ما هرسته بحطه بالبرتمون وبغمره بزيت الزيتون والليمون بكميات متساوية وبتأكد انه غطى التومي من فوق ودخل بالتومي من جميع الجهات الليمون هون ما رح يعطي طعمة حمودة للتومي بس هو بساعد هو والزيت انه نحتفظ بالتومي لأطول فترة ممكنة بنفس اللون ونفس الطعم وبسكر البرتمون بحتفظ فيه بالتلاج لسنة طريقة ثانية بعد ما هرست التومي بحط نصم على أصغير من التومي المهروسة بفتحات قالب التلج وبحطه بالفريزر بعد ما يجمض بعبيه بأكياس البلاستيك وبرجع بحتفظ فيه بالفريزر وهيك جهزنا معجون التوم الصحي اللي بقدر احتفظ فيه لبدة سنة وصحتين وعافية